طيب نروح له اخبارنا النهاردة ومارسل كرة الموديل الفني لنادي الاهلي عقد جلسة مع لعبي النادي الاهلي على هامش المران الجماعة يتكلم معاهم عن التشكيل اللي هايخوت بيه مبارات المكولون العرب وقال لهم ان مافيش عنده تشكيل احتياطية واخرى اساسية وقال ان اللعيبة اللي هتلعب مبارات المكولون العرب هتكون بنفس الاهمية عنده للعيبة اللي هتلعب قدام سانداونز قال له من اللعيبة قال للعيبة يعني ان المباراتين عنده بنفس الاهمية سواء مبارات المقاولين او مبارات ساندوانز عشان هو دايما بيعمل روتاشن فلو قاعد حد عشان يلعب مبارات ساندوانز ده مش معناه ابدا انه هو شايف ان اللعب مبارات المقاولين اقل منه مفيش الكلام ده وده واضح يعني مش محتاج مرس الكورلر المفتوض يقول للعابين الكلام ده بس هو زيادة تأكيد يعني طيب مرس الكورلر ايضا وكابتل ساعة عبد الحفيز عقدوا جلسة مع الدكتور احمد ابو الوفا المعد النفسي الجديد للفريق الجلسة كان فيها كلام كتير عن كيفية تجهيز اللعبين نفسيا قبل المواجهات اللي جاية وكان فيه نقطة مهمة جدا نتكلم عنها كورلر كورلر قال للطبيب النفسي للنادي الاهلي ان فيه لعيبة كتير جدا في الفريق بتتأثر بمواقع التواصل الاجتماعي والهجوم اللي بيحصل عليهم من الجماهير وكورلر طلب من الدكتور ابو الوفا انه يعمل حاجز نفسي او عزل نفسي للعبين مع مواقع التواصل وانه يعلمهم ازاي يتعاملوا بتوازن وعقلانية مع هجوم الجماهير وده شيء محترم جدا وكويس ان مارسي الكورلر شايف الامر دوت ولله كمان ان هما لازم يكون عندهم رد فعل هادئ ومتزن فيه اي حاجة بتتنشر عنهم على السوشيال ميديا ده كلام محترم ده كلام محترم وعندنا جزء في الحلقة كبير جدا عن الحكاية دي النهار تخليكم بس معنا اشتركوا في القناة